اليوم تقولي انت على اللاعبين اللي راح يضمهم بالماضي أنا كاين لاعب اللي وإن ما نشاطرش المصطفى اللي في حصة سابقاك قال لك بأنه رسميا بليلي ما راحش يكون أنا أقول لك رسميا بليلي راح يكون في المنتخدم حاصة بعد إضافة هذو الربعة لعبين بلا الربعة لعبين حتى ويكونوا 23 راح يدي بليلي وبليلي ما وش سح يديه باش يعمر به القائمة لا بليلي راح يديه باش يلاعبه للي يعتمد عليه راح يلاعبوا نعم بليلي لأنه إذا شفتوا المقابلات الآخرة ما كاش اللي قدر ما كاش اللي قدر يعوض بليلي في المنصب بتاعه مهما كانوا اللعبين كل اللي جربوهم يعني في المنصب بتاعه اللي جربوا من ناخب الوطني ولا لعب اللي قدر يعوض يوسف بليلي أعطيك فقط إحصائية وصل إليها اليوم يوسف بليلي في المباراة مولودية الجزائر أمام اتحاد واتسوف سجل هاتريك وقدم تمرير حاسمة بليلي الآن وصل إلى الهدف العاشر له في سبعة مبارايات وأربع دمريرات حاسمة في سبعة مباراة أفول أنت ما دمرك تخلطني في الاستاتيستيك يعني الحسابات تاع بليلي أنا نقولك على الحسابات تاع بليلي مع المنتخب الوطني بليلي مع المنتخب الوطني لعب 49 مقابلة في 49 مقابلة أخسر خمس مقابلات فاز 33 مرة وتعادل 11 مرة الأكثر من ذلك لو نقارنوا مثلا اليوم بليلي بفغولي بليلي لعب 49 مقابلة في المنتخب الوطني فغولي لعب 80 مقابلة يعني تقريباً الضحف نتاعه لو تجي تشوف يعني تشوف بليلة يسجل سجل تسع أهداف ولكن يسجل ويمد كرات تأهداف بليلي متفوق على فغولي في التمريرات الحاسيمة اللي هو صنيع لعب طبعاً اليوم فغولي في 80 مقابلة مد 12 تمريرة حاسيمة بليلي في 49 مقابلة مد 17 تمريرة حاسيمة يعني تشوف بليلي متفوق عليهم بليلي شوف أنا أقول لك حاجة يعني نتأسف يعني للكاريير تاع بليلي اللي جات بهذه الطريقة يعني يختمها بهذه الطريقان تأسفوله لأن بليلي لو كان يخدم أنا نظن بأن هذا بقى تشهر ونص يعني لو كان يكون من ضبط ويخدم بجد يعني خصفنا على الجانب البداني راح يقدم منه الكثير فيك أسفريقيا ونقولها لك من الآن بالماضي حتى لو ما يديرش سبعة أو شي حتى لو يدير 23 لعب راح يستدعي بليلي وما يستدعيش باش يعمر القائمة بل راح يستدعيه باش يكون لعب أساسي